بينما يتصاعد القتال بين الجيش السوري ومسلح المعارضة في عدد من المناطق السورية لا يزال الغموض يلف هجوما لسلاح الجو الصهيوني السادف الحدود اللبنانية السورية ولم يتضح ما إذا كان الهدف داخل لبنان أم سوريا ولم تفصح مختلف الأطراف في لبنان وسوريا وفي الكيان الصهيوني عن أي معلومة بشأن صحة هذه الضربة من عدمها فيما أفاد مصدر أمني لبناني لم يكشف عن هويته أنه لم يتم التأكد مما إذا كان الهدف داخل الأراضي اللبنانية أم السورية في موقف جديد للرئيس السوري بشار الأسد بشأن الأزمة في بلاده أكد بأن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة أولها مواجهة الفكر المتطرف مشيرا إلى أن حظنة الإرهاب آخذة في التقلص وأن دائرة المصالحات الاتساع وأوضح الأسد خلال لقائه قيادة فرع دمشق لحزب البعث وقياداته إلى أن الحزب بقي متماسكا خلال الأزمة وذلك بسبب المراجعات التي أقامها مشددا على ضرورة مواجهة مشروع إسقاط سوريا ولفت إلى أهمية العاصمة دمشق التي أشار إلى أنها تختلف عن بقية عواصم العالم واعتبرها نموذج الاعتدال الذي منع القوى المتطرفة من اختراقها تاريخيا مؤكدا أن صمود دمشق كان أساسيا خلال الأزمة في صمود سوريا ميدانيا سيطر الجيش السوري على منطقة الجبانات في حلب بعد طرد المجموعات المسلحة منها ونقلت مصادر ميدانية سورية قولها أن وحدات الجيش سيطرت خلال اليومين الماضيين على المنطقة المتاخمة لحيي الشيخ مقصود محقيقة تقدما ميدانيا مهما كما تقدم الجيش السوري في مدينة الشيخ نجار الصناعية شرقي حلب خلال عمليته العسكرية الهادفة لفك الحصار عن سجن حلب المركزي حيث تشكل منطقة المستودعات في المدينة الصناعية موقعا استراتيجيا يشرف على السجن وشن مقاتلوا المعارضة هجوما عنيفا ضد السجن وسيطروا على أجزاء واسعة منه إلا أن القوات السورية تمكنت من استعادة السيطرة عليها كما أعلنت مصادر عسكرية أن الجيش السوري قتل عددا من المسلحين ودمر سياراتهم المحملة بأسلحة في أحيا وقرى حلب وأفاد مصدر عسكري سوري أن الجيش قتل عشرين مسلحا ودمر سبع سيارات يأتي ذلك فيما تتساعد المعارك بين القوات السورية ومقاتلية المعارضة بمدينة يبرود في سلسلة جبال القلمون في ريف دمشق وفي ريف دمشق الغربي شنت القوات الحكومية قصفا مدفعيا على مدينة معظمية وبالتوازي مع ذلك يتساعد الاقتتال بين مسلحي الجبهة الإسلامية والجيش الحر ومقاتلي تنظيم داعش في عدد من المناطق السورية بين هريف حلب الشرقي في غضون ذلك أعطى أبو محمد الجلاني قائد جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا منافسيه من داعش مهلة خمسة أيام لقبول وساطة لإنهاء الاقتتال الداخلي وإلا سيواجهن حربا على حد قوله ودع الجلاني داعش إلى الموافقة على تحكيم علماء الدين وإنهاء أكثر من عام من الاقتتال الذي أصفر عن مقتل مئات المسلحين